بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة عين التعليمية أهلا وسهلا طلابي وطالباتي معكم معلمة صعبات التعلم سارة منصور بن حميد رح نتعرف إن شاء الله على تمييز بين اللام القمرية واللام الشمسية الخاصة بجميع المراحل الدراسية لمادة صعوبات التعلم للفصل الدراسي الثاني حتى نستفيد سويا من الدرس هناك تعليمات للصف الافتراضي سوف نتفق عليها هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا نتعرف على تعليمات التعلم عن بعد ألا وهي الجلوس في مكان هادئ التأكد من الاتصال بالإنترنت الجلوس حتى انتهاء الوقت هدفنا العام لهذا اليوم قدرة الطالب والطالبة على التمييز بين اللام القمرية واللام الشمسية اليوم إن شاء الله سنذكر قصتنا مع بعضها البعض التي هي قصة عائلة للتعريف اللام الشمسية واللام القمرية ذكرنا أنهما رزقا بكم طفل؟ بكم شخص؟ أحسنتم بطفلين؟ الأول ما اسمه؟ أحسنتم الأول قمر والثاني شمس فجلب لهم الأب ألعاب ماذا؟ الحروف وكان عددها 28 حرف فقام الأب بتقسيم هذه الحروف بينهما وأصبح لكل واحد منهما 14 حرفاً وكان القمر حاد الطبع يجبر حروفه على إظهار صوته اللام على إظهار صوته اللام إذن اللام القمرية ماذا؟ هي التي تكتب وكذلك تنطق أحسنتم أما الشمس فكانت مسالمة لا تطلب من حروفها إظهار اللام إذن اللام الشمسية هي التي ماذا؟ مسالمة إذن تكتب ولكن لا تنطق لا تنطق أحسنتم طلابي وطالباتي الآن نطبق اللام الشمسية واللام القمرية باستعمال حواسنا حتى تثبت معلومتنا لوقت طويل نشاهد بطاقة أل أل بهذه الطريقة هل يوجد عليها سكون؟ ما هي حركتها؟ هل يوجد سكون؟ ممتاز إذن لا يوجد ماذا؟ سكون نلاحظها أثناء مسكها وقربها أثناء هذه الكلمات الكتاب ما هي حركة الكاف؟ ممتاز إذن يوجد لديها حركة الكسرة نلاحظها هل اقتربت أم ابتعدات؟ ممتاز ولكن نريد عندما تقترب إذا عند الشدة مثل كلمة التمر إذن يوجد ماذا؟ يوجد شدة وعند قربها ماذا تعمل؟ ممتاز إذن اقتربت لديها إذن اقتربت لديها إذن اللام الشمسية ماذا؟ تكتب ولكن لا تنطق ولا بد أن يصبح بعدها الحرف ماذا؟ مشدد أحسنتم طلابي ونلاحظ الحركة اللام هل يوجد عليها حركة؟ ممتاز يوجد عليها حركة حركتها ماذا؟ أحسنتم إذن حركتها ساكنة وهل بيّنت في النطق؟ هل اتضحت في النطق؟ أل أل إذن أحسنتم إذن اتضحت في النطق ونلاحظ قربها عند الحرف المتحرك بحركة الكسرة هل اقترب أم ابتعد؟ ممتاز إذن اقترب إذن اللام القمرية يميزها أنها حركتها ماذا؟ ممتاز إذن حركتها ساكنة وتدخل على الحروف ماذا؟ المتحركة الكتاب يوجد عليها حركة ما هي حركتها؟ أحسنتم حركتها كسرة ممتاز واللام الشمسية ماذا يميزها؟ التمر هل اتضحت بالنطق؟ أحسنتم إذن تكتب ولكن في النطق ماذا؟ في النطق ماذا؟ إذن في النطق لا ننطقها إذن في النطق ماذا؟ لا ننطقها وما يميزها الحرف الذي بعده حرف ماذا؟ أحسنتم إذن حرفا مشددا مثل كلمة التمر أحسنتم طلابي وطالباتي إذن اللام الشمسية هي لام تكتب ولكن لا تنطق وماذا ميزها؟ الحرف الذي بعدها أحسنتم إذن الحرف الذي بعدها حرفا مشددا إذن الحرف الذي بعدها حرفا مشددا وكم عدد حروفها؟ أحسنتم إذن أربعة عشرة حرفا والحرف الذي بعدها ماذا يوجد؟ ممتاز إذن حرفا مشددا ممتاز واللام القمرية أبدعتم إذن لام تكتب وتنضق وعدد حروفها أحسنتم وعدد حروفها أربعة عشر حرفاً وماذا يأتي الحرف الذي بعدها؟ ممتاز إذن حرفاً متحرك ماذا تعني متحرك؟ ماذا يعني متحرك؟ ممتاز إذن حركة الفتحة أو الضمة أو الكسرة يأتي بعدها أل بعد ماذا أل؟ اللام القمرية ما هي حركة اللام؟ أل ما هي حركة اللام؟ أل ممتاز إذن حركتها ساكنة أحسنتم إذن حركتها ساكنة نقرأ بعضاً من الكلمات الباب ممتاز الحرارة الورق إذن هل اللام ذكرت بالنطق؟ ممتاز إذن اللام القمرية تكتب وتنطق والحرف الذي بعدها حرفاً متحرك أحسنتم طلابي وطالباتي أحرض الصور وأدخل على الكلمة وأدخل اللام على الكلمة وأحدد نوعها وأحدد ماذا؟ نوعها إذن تشاهدون صورة ماذا؟ صورة ماذا؟ ممتاز فراشة عند إضافة ال كيف تنطق؟ الفراشة هل اتضحت بالنطق؟ ممتاز إذن ما هي حركتها؟ ممتاز إذن حركتها ساكنة إذن الفراشة ممتاز أحسنتم الفراشة حركة اللام ما هي حركتها؟ ممتاز إذن حركتها ساكنة هل اتضحت بالنطق؟ أبدعتم إذن وضحت لدينا بالنطق الحرف الذي بعدها؟ ممتاز إذن حرف متحرك بحركة الفتحة الفراشة إذن الفراشة هل هي شمسية أم قمرية؟ ممتاز إذن لام ماذا؟ لام قمرية إذن لام ماذا؟ قمرية أحسنتم الآن كلمة سقر أريد أن أدخل أدخل عليها أل كيفية قراءتها وكتابتها ممتاز السقر السقر إذن هل اتضحت بالنطق؟ ممتاز إذن السقر إذن أحسنتم السقر إذن كتبنا الأل ولكن لم تنذكرها ولكن يوجد حركة مميزة هنا ما هذه الحركة؟ ممتاز حركة الشدة ممتاز السقر لم تتضح لدينا في النطق والحرف الذي بعدها حرف مشدد إذن ما نوع هذه اللام؟ السقر أحسنتم إذن لام شمسية تكتب ولكن لا تنطق وحرف الصاد من حروف اللام الشمسية أحسنتم طلابي وطالباتي الآن شاهدوا هذه الصورة صورة ماذا؟ زهور صورة ماذا؟ زهور أحسنتم أريد أن أضع أدخل عليها أل كيفية كتابتها؟ كيف تصبح؟ الزهور ممتاز إذن الزهور إذن حرف مشدد الزهور حرف ماذا؟ مشدد أحسنتم إذن الزهور شمسية أم قمرية؟ أحسنتم إذن شمسية لأننا يوجد لدي الحرف الذي بعدها مشدد ولأنها كتبت ولكن في النطق لم تظهر أريد مرادف يعطينا نفس هذه المعنى ولكن كتابتها مختلفة ماذا؟ أحسنتم إذن الوروح الورود الورود أحسنتم طلابي الورود ماذا يميزها؟ ماذا يميزها؟ أحسنتم إذن يميزها السكون إذن السكون واتضحت لدي في النطق ماذا؟ ما نوعها؟ ممتاز إذن لام قمرية الزهور أحسنتم إذن لام شمسية لا تُكتب ولكن لا تُنطق أحسنتم طلابي وطالباتي هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق أقرأ الكلمات المكتوبة في البطاقات ثم أصنفها في الجدول التالي الفراغ الفراغ هل هي لام شمسية أم قمرية؟ وما هي حركتها؟ ممتاز إذن حركتها ساكنة واتضحت في النطق إذن شمسية أم قمرية؟ ممتاز إذن الفراغ لام قمرية أحسنتم أريد منكم أن تكتبونها بخط جميل مثل جمالكم الشمس حرف مشدد تُكتب ولكن لم تُنطق أحسنتم بارك الله فيكم إذن لام ماذا؟ لام شمسية تُكتب ولكن لا تُنطق أحسنتم إذن لام شمسية السماء شمسية أم قمرية؟ السماء أحسنتم إذن لام شمسية ممتازة البحر البحر إذن اتضحت في النطق وحرف ساكن لام ساكنة أبدعتم إذن لام ماذا؟ قمرية أحسنتم طلابي وطالباتي بارك الله فيكم وفي ختام يومنا ماذا تعلمنا؟ أحسنتم إذن تعلمنا على الفرق بين اللام القمرية واللام الشمسية وجميعهم طروفهما أربعة عشر أربعة عشر لكن ما المميز اللام القمرية؟ ما هي؟ ممتاز إذن تُكتب وتُنطق والحرف اللام حرف ساكن وما بعدها متحرك واللام الشمسية ممتاز إذن اللام الشمسية تُكتب ولكن لا تُنطق وماذا يميزها الحرف الذي بعدها؟ أحسنتم إذن حرف مشدد أبدعتم توصياتنا لأولياء الأمور وطلاب وطالبات صعوبات التعلم التدريب المستمر والمراجع على فترات منظمة وغير متباعدة استعمال المحسوس ثم الصور ثم المجرد وذلك لتثبيت المعلومة لوقت أطول خلق بيئة محفزة بالتعزيز والتشجيع بأنواعه حتى وإن كان شيء بسيط حتى وإن كان رمز حتى وإن كان مثكن على الكتب حتى وإن كان مكافأة بسيطة ذلك يدفع الطالب والطالبة إلى التطور والتقدم بشكل فعال وملاحظ وفي نهاية درسنا لهذا اليوم أشكر لكم حسن استماعكم أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم كنت معكم معلمة صعوبات التعلم سارة منصور بن حميد